بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم النهاردة هنعمل صلاتة بابا غنوم بنجيب البتنجان ونخسلها ونعمل فيها فتحات كده فتحتين تلاتة وبعد كده بنجيب الشياطة بتاعة البوتجاز وبنحطها او الصفيحة او اي حاجة عندنا بتتحط على البوتجاز وبنحطها وبنسخنها قوي وبعد كده بنحط البتنجان عليها وبنقلبها كل شوية بعد كده بنجيب الدقة اللي هنعملها عليها بنجيب فلفل الوان بنفرمهم في الكبة لما يبقى يعني تبقى قطعة صغيرة مش بتبقى نعمة قوي بالشكل ده كده وبعد كده بنجيب الفلفل آآ الاصفر لو ما عندناش يبقى خلاص اخدر بس عادي بعد كده بنجيب قرن فلفل حر وبنحطه معاه وبعد كده بنجيب التوم وبنفرمه ناعم بنجيب معلقة معلقة كبيرة ملانة طحينة بنحط عليها معلقة خل وشوية مية صغيرين ونهرسها كده بالمعلقة لغاية لما تبقى نعمة خالص معنا بعد كده بنحط التوم وبنهرسه بالطريقة دي مع الطحينة بنحط آآآ تقريبا آآ عصير لامونتين بنحط معلقة صغيرة كمون معلقة صغيرة كسبرة ناشفة ومعلقة ملح بعد كده بنحط الفلفل وبنقلبه كويس مع الطحينة والحاجات دي وبعد كده طاقة البتنجان استوت بنطلعه بنقشرها بتتقشر بسهولة خالص والقشر طالع نظيف والبتنجانة آآ مستوية جدا وبتتقشر بسهولة خالص بنقطعها بالطريقة دي وبنهرسها كده بالسكينة كويس ممكن برضو نجيب الهراسة بتاعت البطاطس ونهرسها بيها كويس بعد كده بنحط قلبة زبادي على الفلفل المتقطع والطحينة واللمون والحاجات دي وبعد كده بننزل بالبتنجان على الخلطة دي كلها وبنقلبها كويس وده شكلها بعد ما خلصت أتمنى أنها تعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته